عندي نقطة هايز اخرج بس برة لاليو هارجع تاني هارجع تاني بس هايز اخرج لانه دي مهم قوي بارح روح ناكا شوار بستريع في الحتة اللي هنا جدقى سوز بجميل وصحة زنان شكرا بارح كان نهاء دورة ابطال افرقية نهاء دورة ابطال اوروبا وخسر ليفر بولو وطبعا حضراتكم تابعته المباراة واتكلمنا فيها وكلام ده كله شوف يا سيدي انا ما عنديش مشكلة خالص انك تكون مشجع مدريدي منتمي مشجع مدريدي اعلى مشجع مدريدي انا ما عنديش مشكلة في ده خالص ومشجع مدريدي منتمي بمعنى ايه يعني اه بحاب ريال مدريد ما عنديش مشكلة وبرضو فكرة ان حد يعترض يقولك ايه لا يا حلو انت يعني اللي مولود حواري مدريدي اللي بتشجع ريال مدريد ايه يا عم انت انت ملك اشجع ريال مدريد وهو شرط عشان اشجع ريال مدريد او اشجع برشلونة او اشجع اللي اشجعه شرط ان انا بقى موليد حواري كتالونيا موليد حواري مدريد موليد موليد حواري روما عشان انا بشجع روما عادي يعني بحب فرقة بشجعها هو انت دلوقتي الزمالك مثلا لو مشجعين ولو محبين في الوطن العربي الاهلي مثلا لو مشجعين ومحبين في الوطن العربي لما يجي واحد مثلا اللبناني بيشجع الزمالك يقول له السلام عليك انت اللي موليد ميت عقبة ايه ده يا جماعة هو فيه في الكرة كده عادي انا احب اللي انا عايزه وانت مش هتجبرني ان انا في تعبيري عن حبي تقولي بسخافة وباسلوب يعني 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 انتوا فهمين يعني اسلوب سخيف ودم متقيل ورخم وبايخ وقول زي ما انت معايز يا باي بسيد انت اللي موليد حواري مدريدي يا امر انت سويا يا ام انت مالك انت فانا بشوف انه من حق كل واحد ان هو يشجع الفريق اللي هو عايزه بالطريقة اللي هو عايزه خلاص جوه الاطار المفهوم خلاص كده احنا متفقين على ده احنا متوافقين على ده تعال بقى انقل على اللي جاي في نفس الوقت مش متخيلك انت كمصري بتموت في ريال مدريد بتموت في ريال مدريد اهو وبيلعب ليفر بول قصاد ريال مدريد وانت هتروح تشجع ليفر بول انا عارف كويس انك طالما بتحب ريال مدريد مش شرط عليك انك شجع ليفر بول عشان فيه محمد صلاح عادي جدا ده طبيعي عايز في رقيتك تكسب بتحبها يا اخي وبتشجعها وفيه ناس بيشجعوا ريال مدريد من زمن الزمن مش مش لسه بيشجعوا قريب وحتى لو بتشجعوا قريب انت حر ده حقك يعني ما حدش حيكبيرك ده تشجع الكرة ده مزاج يا جدع لكنه اللي بشوفه والفيديوهات اللي شفتها والكامل بشوفه للناس هذا الكم من التعبيرات اللي فيها امتقاص من قدر وقيمة محمد صلاح ده سفه سفه يعني انت تكون مصري بتشجع ريال مدريد من حقك ببسط لفوز ريال مدريد ماشي انما بتنتقص من قدر المصري اللي بيلعب في مكان عمرك ما كنت هتحلم ان انت تشوفه فيه ايه ده جماعة ده ده الراجل ده صاحب اعظم قصة الهام في كرة القدم بالنسبة للمصريين لازم يبقى عندنا سقف يا جماعة سقف حتى كمان للاعتبارات اللي ليه علاقة بانه محمد ده عمل حاجة ما حدش عارف يعملها قبل كده هل منطقي وطبيعي ان انا اقلل من محمد صلاح ان انا اقول له انت عملت ايه اه بفرحان كده والناس قدت كلام بقى انتو شفته بقى شفته عيب يا جماعة عيب شجع فريك زي ما انت معايز بس ده محمد ده مصري افرح يا اخي من ريال مدريد كسب بليفر بول انت حر حقك بس من غير ما تيجي جنب ده ودايما بيقولك انه محمد صلاح عمل اللي قدام اينك انت شفته تولد قدام اينك محمد صلاح ده ما جالكش مسلا من برا لاب مثلا مصري هاجر في تمانينات وتجوز هناك واحدة اجنبية فجالك فانت بعتله وقلتله تعالى العب معنا في منتخب مصر فبقى بيلعب في منتخب مصر او ما بقاش بيلعب في منتخب مصر حتى فانت بتقول انه صاحب الاصول المصرية برضو كنا هنفرح على فكرة وانسقف لانها حصلت مع العيبة تانية وكنا فرحانين بيهم بالمناسبة يعني استفان شعراو احنا كنا منسقف وفرحانين انه صاحب اصول مصرية عادي جدا ده طبيعي برضو لكن ده محمد ده تولد قدامك يعني قصته من طنطا بالكشري بالكيس الكشري بالمواصلات بالشعباتة في القطر بانه هو يبقى من طنطا للمقاولين يطلع على سويسرا من سويسرا قدامك على تشيلسي من تشيلسي على فيورنتينا من فيورنتينا على روما من روما على ليفربول يا اخي القصة كلها قدامك ده قصة صعود رهيبة شوية احترام وشوية تقدير لانه الكلام اللي طالع ده والطريقة اللي طالع دي ان كانت بتنم عن شقة او عن حاجة تنم عن جهل وسفه فقط لغير